مشاهدين يسرون أن نلتقي بالمهندس بدر المبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية رح يكون حديثنا عن الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية مهندس بدر حياك الله معنا الله حيث يا هلا مرحبا فيك حياء أكرم مهندس معنا طبعا بداية نبارك لك اختيارك واعتمادك رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية التقليدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والحديث عن هذا الموضوع شيخ جدا فخلنا في البداية نترك لك المجال لتلقي الكلمة بهذه المناسبة السعيدة بتقلدك هذا المنصب فألف مبروك الله يبارك فيك إزاك الله خير الاتحاد العربي لأسر منتجة وصناعات الحرفية والتقليدية هو أحد الاتحادات النوعية الذي انطلق وانبثق من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المجلس مقر في مصر ومقر الاتحاد العربي في سوريا والأمانة العامة للاتحاد العربي مقرها السعودية فتم في هذه الفترة البسيطة لإنشاء هذا الاتحاد تعيني كرئيس للمكتب القليبي داخل دولة الكويت والله الحمد جاري حاليا خينقوا مباشرة الأوراق الرسمية في مع الجهات الرسمية في الدولة بإذن الله نعم طيب ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيارك رئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة وصناعات الحرفية والتقليدية أكيد في معايير معينة نبين تعرف على هذه المعايير نعم كون الاتحاد العربي يختص في أسر منتجة وأسر ذات الدخل المحدود وكوننا اليوم أنشأنا أيضا من فترة السنوات تقريبا جمعية متخصصة خيرية تعمل داخل دولة الكويت فقط لا غير اللي هي الجمعية الكويتي للأسر المتعففة وهذه الجمعية اختصت لخدمة الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت وكوننا أن أحد مشاريعنا النوعية التي شقارين عليها في الجمعية هي مشروع يختص في الأسر المنتجة فكانت تلاقة هذه المشاريع والاتحاد ورأى الاتحاد أن الجمعية اليوم أكثر الجمعية الكويت فقط أكثر جهة مختصة بهذا المشروع وكوني أنا رئيس المجلس إدارة تلاقة أيضا الخبرات هذه وتمتعيني في هذا المجال طبعا نتشرف دائما ونفتخر بمثل هذه الكفاءات الوطنية لكن هذا يأخذنا لمحور مهم جدا يرأيت لو تكلمنا عن الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الاتحاد هذا حديث النشح وتقريبا اليوم في 15 دولة عربية وكون جائحة كورونا اليوم امتدت أمانة فتأخرت تشكيل الاتحادات في هذه المناطق العربية وأيضا تأخر شوي العمل في هذا النشاط لكن الرؤية لهذا الاتحاد تهدف إلى رفع كفاءة هذه الأسر المنتجة من زين ورفع يعني قلنا نقول العيشة مستوى المعيشي لهذه الأسر ليعيش الشخص يعيشه كريمة فكون أنه في حرف داخل الدول العربية هذا الاتحاد رح يرعى هذه الحرف ويطورها وينظمها ويرفع من مستوى هذه الأسر هذه الرؤية وتتلاقى هذه الحرف وانتجات بسوق عربي مشترك نعم هذا بالنسبة حق الرؤية يعني هذه رؤية الاتحاد ماذا عن الأهداف أكيد في أهداف طبعا اليوم مثل ما قلنا اليوم الاتحاد أو العمل الحرفي داخل الدول العربية يعني الشبه غير منظم فكان أحد الأهداف أنه تنظيم هذا العمل تطوير هذا العمل تأهيل الأسر المنتجة وتدريبها وتطويرها لتكون الحرف هذه تنتقل من حرف يعني مجرد تغليدية إلى حرف شوي صناعية ويكون لها دور لرفع مستوى الانتاج المحلي لكل دولة عربية ورفع الصادرات أيضا لأن اليوم إذا التفتنا إلى هذه الأنواع من الحرف راح تشكل يعني حيز جدا قيم لكل دولة عربية ورح ترفع من مستوى الاقتصادي إذا كان فيه تركيز من الحكومات العربية في هذا المجال وترفع المستوى الاقتصادي والصادرات والناتج محلي لأي دولة عربية إذا ركستنا على هذه الحرف طيب مونز خلنا نتكلم أيضا عن المواضيع التي يعمل عليها الاتحاد ما هي أبرز هذه المواضيع؟ اليوم كوننا الاتحاد جديد التركيز اليوم على تأسيس هذه المكاتب في الدول العربية ومنظمها دول الخليج أيضا اليوم نحرص على يعني نعرف الأعداد الموجودة في الدول العربية لكل دولة كم عندنا أسر عندها هذه الهواية لنقل هذه الهواية من هواية إلى حرفة صناعية ذات مستوى فاليوم نركز على حصر الأعداد المتواجدة في الدول العربية التي عندها استعداد أنها تنتمي إلى هذا الاتحاد فهذا التركيز الأساسي اليوم في الاتحاد لمعرفة الأعداد والأحصائيات الموجودة في الدول العربية بعدها إن شاء الله سيكون هناك توافق مع كل دولة مع جهتها المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاعات الخاصة لتعريف هذه القطاعات في عمل الاتحاد وغيره إلى أن إن شاء الله نضع آلية جماعية لمشروع قيم يتبادل في هذه الاتحادات على مستودة العربية نعم إذن وصلنا معك الختام كل الشكر والتقدير لك مهندس على التواصل معنا ببرنامج مساء الخيري كويت مشاهدنا الكرام كل الشكر والتقدير للمهندس بادر مبارك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للأسر المتعففة ورئيس الاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية تابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية على مشاركة معنا في برنامج